الحوثي جماعة ارهابية هل يمكن ان يصبح هذا التصنيف ساري المفعول دوليا؟ فالحكومة اليمنية جددت رغبتها في جعل الارهاب صفة دولية مرتبطة بميليشيا الحوثي حيث طالبت وبشكل رسمي الامم المتحدة بادراج حركة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع ضمن الجماعة الارهابية وبعد مرور عامين من بدء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق ضد شعبنا ونظامه الجمهوري اكدت الرسالة التي وجهها مندوب اليمن لدى الامم المتحدة خالد اليماني الى الامين العامل الامم المتحدة انطونيو جوتيريس اقتراف ميليشيا الحوثي الكثير من الاعمال الارهابية في حق الشعب اليمني بالاضافة الى هجمات ارهابية بالصواريخ الباليستية والزوارق البحرية على سفل عابرة في البحر الاحمر تورط ايران المتفق عليه دوليا في الازمة اليمنية كان اكبر ادلة الحكومة اليمنية في المطالبة بتصنيف الحوثي كميليشيا ارهابية فمندوب اليمن اتهم ايران بشكل واضح بدعم حرب اهلية في اليمن عبر استمرار تزويد الحوثي ذراعها الميليشاوي بالسلاح لم تكتفي طهران بحسب رسالة اليمن بتدريب ميليشيا الحوثي عبر حرسها الثوري وميليشيات حزب الله بل تورطت بتهريب شحنات اسلحة كانت متجهة الى سواحل اليمن اعترضتها القوات البحرية المشتركة لدول اعضاء في مجلس الامن بحسب الرسالة تزامنت رسالة الحكومة مع تقرير للجنة العقوبات الدولية وثق جرائم ميليشيا الحوثي واكد اتهامات الحكومة لايران بشأن تدخلاتها العسكرية في الشأن اليمني بحسب مراقبين فان اليمن تأخرت كثيرا في مطالبتها تصنيف الحوثي جماعة ارهابية لكن اخرين يعتقدون ان الاهم الان هو استثمار الحكومة للاجماع شبه الدولي على خطورة التدخل الايراني بالاضافة الى التوجه الامريكي الجديد المسالد للشرعية